السلام عليك المايكو نيوتريشن أو العناصر الغذائية البسيطة محتاجين يهتم بأكلنا إزاي بالأكل ده وتفيه فيتامينات ومعادن طب وإيه أهم الفيتامينات طب وإيه الجرعات بتاعتها لو أنا هاخدها من مكملات غذائية هيبتدي النهاردة في العناصر الغذائية اللي هي الفيتامينات وهنبتدي من الفيتامينات بالفيتامينات الدهنية إيه هي الفيتامينات الدهنية وإيه الأطعام الموجودة فيها وايه الجرعة بتاعتها لو هاخدها مثلا من مكمل فيديو مهم جدا هكترين نتكلم في الحاجات بقى التبسي كده الداخلية او الليالة العميقة شوية في موضوع التغذية فييلا بينا اهلا بيكم من تاني طبعا الفيتامينز والمينوالز في حد بيقول ان انت لو عرفت المعدن او الفيتامين المفقود في جسمك هتحل جميع مشاكل صحتك تمام لكن هليا نتكلم عن الفات سوربول فيتامين او الفيتامينيات اللي جسمك بيمتصها وبيخزنها في الدهون تاني جسمك بيمتصها ويخزنها في الدهون يعني ايه الكلام ده يعني ان الفيتامينيات دي علشان جسمي يمتصها او عشان جسمي ياخدها جوا محتاج اننا لو هاخدها كمكمل اخدها مع وجبة يكون فيها دهون لان هي بتمتص مع الدهون زي في فيتامينيات تانية بتمتص مع المي او بتاخدها في اي وقت يعني طيب وجسم بيخزنها فين؟ بيخزنها في الدهون عكس الفيتامينات بتاعت المية الجسم ما بيخزناش اصلا بتنزل اي زيادة فيها بتنزل فالفيتامينات الدهنية ديت هي فيتامين ك وفيتامين اي وفيتامين اي وفيتامين دي الاربع فيتامينات دول هم الفات سوروبول وفيتامين الفيتامين دي لما اجي اخدها كمكملات غزائية لازم يكون وجبة فيها دهون وخلي بالي ان هي الفيتامينات دي بتتخزن في الجسم زي ما وانا بتتخزن في الفاتش واو الالياف او النسيج الدهني فمعنى انها بتتخزن في الجسم ان احنا ممكن يحصل منها توكسيستي او سمية ولا لأ او ممكن يحصل لكن هنتكلم عن كل نوع هل ممكن فعلا يحصل منه بصورة يعني ملحوظة او بصورة كتيرة سمية ولا لأ وهل اصلا ممكن عندي منه نقص ولا لأ دوت على حسب كل فيتامين طيب خلينا نتكلم الاول عن فيتامين ايه فيتامين ايه الاول ايه اهم الحاجات اللي بتميزه اهم ما يميز فيتامين ايه اه زي ما احنا عارفين موضوع النظر الفيتامين ايه بيكون موجود في الاطعمة على صورة حاجة اسمها بيتا كاروتين زي اللي موجودة في الجزر وموجودة في البطاطا جسمك بياخد المركب دوت بيحوله في الجسم الفيتامين ايه من اهم ما يميزه ان هو زي ما بتقول مهم للنظر مهم للخلايا مهم للغشاء بتاع الخلية مهم للفيوجن او الرؤية زي ما قلنا نقص بقى فيتامين ايه دوت بيعمل ايه يعني من عندك دوخة صداع لكن في حاجة مهمة وهو ان الفيتامين ايه لا ينصح باستخدامه كمكمل غزائي بل بالعكس ينصح باستخدامه من القطعمة لانه هو متوفر وبشدة ومتوفر كتير في كزا طعام زي ما قلنا لكن لما نجي نتكلم عن هل هو ممكن يحصل منه نقص فالاغلبية لا ما بيحصلش من النقص عشان موجود في القطعمة زي ما قلنا كتير وكمان مشكلته ان انت لو خدته من مكمل لو خدت منه جارة عالية بيعمل منه تسمم لو خدت من فيتامين اي جارة عالية بيحصل لك تسمم وعلشان كده بيمنعه استخدام فيتامين اي خصوصا للحوامل لانه من اثار الجانبية لو خدت في جارة عالية انه بيعمل تشروهات للجنين وبيأسع الجنين قبل الولادة تمام ندخل بعد كده على فيتامين دال او هيرمون دال زي ما كتب كتير بتسميه وهيرمون دال او فيتامين دال هو اكثر فيتامين بيدخل فيه اكثر من عملية حيوية جوة الجسم ومن اشهر هذه العمليات عمليات الاميون سيستم كلها او الجهاز المناعي كلها وعمليات البناء كلها سواء بناء عضم بناء عضلات بناء انسجة بناء اي حاجة تمام ففيتامين دال مهم جدا مهم جدا وهل هو بيحصل منه نقص ولا لا مش هو مش بيحصل من النقص هو عنده فيه نقص عنده كتير كتير جدا من البلدان ونقصه الكبير دوت بالسبب حاجات كتير اول حاجة عدم التعاود لاشعة الشمس تاني حاجة لو يحب برشته غمأة في الاغلب بيكون عنده نقص فيتامين دال تالت حاجة ان الفيتامين دال اصلا مش متوفر بكسرة في الاطعمة رابع حاجة ان الفيتامين دال لو حد عنده اضطرابات في الامعاء او جسمه يعني فيه مشكلة في الاطعمة اللي فيها فيتامين دال او جسمه عنده حساسية منها فما بيمتصش منها فيتامين دال ففي الاغلب بتلاقي نقص فيتامين دال عند منها ربعين لسبعين في المية من السكان كلهم تمام طيب فيتامين دال دوت مهم في موضوع العظام انه بياها ربنا بيجعله السبب بيمتص الكالسيوم يعني بيسرع او بيضاعف عمليات امتصاص الكالسيوم فانت لو مش بتاخد فيتامين دال الكالسيوم ممكن تكون بتاكله كويس لكن لا يمتص في الجسم تمام كمان اكتر مصدر مهم الفيتامين دال هو اشعة الشمس ليه لان الجسم بيصنع فيتامين دال الجلد فيه تحتيه خلايا الدهنية بتصنع وبتحول الكوليستيرول لفيتامين دال لكن دوت لما بتتعرض للاشعة الفرقة بنفس جهة بتاعت الشمس اللي هي بتكون من اول ما الشمس تطلع لحد الساعة 10-11 ومن بعد العصر الحياة للغروب تمام فيتامين دال مهم جدا ان انت تاخده كمكمل لو عندك نقص فيه طيب ايه الجرعات اللي الكتب والقلم يعني بيشير لها طبعا احنا نتكلم عن الفيتامين دال بس عن الجرعات لانه من اهم الفيتامينات ومن اكتر الفيتامينات اللي فيها اه نقص نقص جديد يعني تمام الجرعات اللي القلم بيرشح لك بيقول لك ان انت المفروض يكون في جسمك في جسمك لو رحت تعمل تحليل يعني من 20 ل 40 نانو جرام لكل ملي لتر تمام ده مفروض انت لو يحتي تعمل تحليل لك نحن ملناش ضعوا بالكلام ده انا واحد حاسس ان انا عطبي مش تمام حاس ان انا مودي مش تمام حاس ان انا بيجي لي نزلات بدر كتير او بيجي لي او عندي مشاكل في الجهاز المنيع كتير حاس ان اما فاصلي بالطقطة واللورباك عندي بيوجعني دي كلها اعراض من اعراض نقص فيتامين دال برضو الاضطرابات المشاعر والاضطرابات الاعراض في شوية زعلان شوية فرحان كل دوت كلها اعراض من اعراض نقص فيتامين دال تمام هنتكلم ان احنا بقى ناخد عد ايه فيتامين دال هقولك الكتب بترشح ما بين الالف وخمسمية لالفين انترناشنال يونيت اللي هي الواحدة الدولية من الف وخمسمية لالفين انترناشنال يونيت لكل يوم تمام دوت بيقولك از منيمم يعني دوت اقل حد ممكن تغدق تمام معك لحد اربعة تلاف انترناشنال يونيت او اربعة تلاف وحدة دولية دوت لليوم تمام وهنا هنتكلم فين دوت علشان تمنتين او تحافظ على نسب فيتامين دال في جسمك دوت علشان تحافظ على نسب فيتامين دال في جسمك اما بقى لو انت عندك نقص دوت بترجع لاستشارة الطبيب علشان على حسب كمية النقص اللي عندك على حسب هيزوت الجروعة بتاعتك لحد ايه تمام ندخل بعد كده على فيتامين اي وفيتامين اي هو من اعظم مضادات الاكسادة اللي ربنا خلقها ليه من اعظم مضادات اكسادة لانه بيلعب في عملية الدم يعني بيلعب في انتاج الدم بيلعب في عملية الالتهابات في جسمك بيقلل طبعا الالتهابات كلها في جسمك الالتهابات ديت اللي هي في بعض الالتهابات اللي او كترت في جسمك بتعمل تغلطات للدم اللي هي بتجيب جلطة يعني ربنا يعافينا كلنا ففيتامين اي من اكتر الحاجات اللي بتقلل الموضوع ده طيب فيتامين اي متوفر هو متوفر يعني هل هو كان يحصل منه نقص هو هو بيقول لك كريم يعني ما بيحصلش منه نقص ايه معظم الناقص لكن لو واحد عنده مشاكل في الامعاء جسم ما بيهضمش كويس واحد ما بياخدش فيتامين اي واحد ما بيقولش الليه مضادات الاجسادة او الاعتعمال الليه مضادات اكسادة واحد يعني عنده مشاكل في الامعاء بتاعته جسمه يمتص فيتامين اي ففى الحالesso ديت هو محتاج ان هو ياخد مك происходит لكن في الطبيعة وفي الجنرال بيقولك لا ينصح باستخدام فيتامين اي من المكمل طيب ليه؟ لان دوت البيتامين الوحيد اللي ربنا خلق فيه وظيفة كده او خلق فيه حاجة كده سبحان الله يعني ان انت لو خدته من الاكل حتى لو خدت منه كميات اعلى من الاكل جسمك لا يعمل منه سمية لكن في عكس لو خدته من المكملات غزئية جسمك ممكن يعمل منه سمية والسمية بتاعته بتؤدي الى النزيف الحاد او بتعمل يعني النزيف شديد ندخل بعد كده على فيتامين كي وفيتامين كي هو يعني مفتاح العظام يعني ايه مفتاح العظام؟ طبعا بقول لك انه ينصح ان انت تستخدم فيتامين كي مع فيتامين دل ومع الكالسيوم تمام؟ يعني الكمبو ده كده مع بعض تمام؟ يعني الكمبو ده مع بعض كده عشان عظام او عظم اكسر صحة لكن فيتامين كي لا ينصح باستخدامه كم وكم ليه؟ لان انت محتاج منه كمية ليلة وهو متوفر في الاطعمة متوفر في ايه؟ متوفر فيه الأطعمة الخضرة وكلما تكون شديدة الخضرة تكون أفضل ومتوفر في الأطعمة اللي هي الدهنية زي الزبدة مثلا البقر الحاجات ديت متوفر فيها فيتامين كي وهو مهم زي مقلنا للعظام ما يميزه بقى لحاجة اللي بيستقل بها فيتامين كي موضوع تجلوة الدم انه بيضبط سيولة الدم بيضبط سيولة الدم ففيتامين كي لو مصبوط عندك سيولة دمك تكون مصبوطة طب يعني ايه سيولة الدم مزبوطة؟ يعني الدم لو متجلط زيادة شوية يعمل بلب برشة او يعمل ضغط عالي القلب بيدرق بالعافية طب لو الدم سيولته خفيفة شوية لا يعملك سيولة في الدم لو تعركت لأي جرح يعملك نزيف ففيتامين ك مهم جدا لتنظيم سيولة الدم طب هل هو ممكن يحصل منه نقص ولا لا؟ لا بقولك يعني لا ما بحصل شوية نقص في الاغلب لان زي ما انه هو متوفر وجسلك محتاج منه كميات صغيرة دي كانت الفات سيولابول فيتامين طيب هل بعد كده هنخش على الوطر سيولابول فيتامين طبعا هنكلم عن الفيتامينات اللي بتزوب في الماء لكن في الفيديو القادم ان شاء الله فما تنساش تشترك في القناة وتفعيل الجاز ليصلك كل جديد اشترككم فيديو جديد ان شاء الله وما توفيقه الا بالله عليه تركته والله اونيب السلام عليكم